ولأن الشأن المحلي العراقي مرتبط بخطوط طول وعرض دولية أمريكية أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني للمبعوثة الأممية جرين بلاسخارت أزم الحكومة على استكمال الاستحقاقات الدستورية ودعم اللامركزية الإدارية وهو ما تجسد في إجراء انتخابات مجالس المحافظات ومن جانبها قدمت بلاسخارت التهنئة باسم المنظمة الدولية لرئيس مجلس الوزراء بنجاح حكومته في إجراء الانتخابات المحلية بوصفها خطوة عزز الاستقرار وترسخ الحكم الديمقراطية وفي عنوين الاستقرار تتواصل مهمة الدبلوماسية الأمريكية في تهدئة أجواء التصعيد المسلح للفصائل العراقية والذي كان العنوان الأبرز في مباحثات نائب وزير الخارجية فيكتوريا نولند مع القيادة العراقية والذي توصل لاتفاق بوقف قصف المنشآت الأمريكية وترك تقدير المواقف للحكومة العراقية بما يوفر أجواء متقدمة لتشكيل الحكومات المحلية وتدوير عجلة الخدمات